موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبة المشاهدين أخوات المشاهدات من أروع ما قرأت في هذا الكتاب كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح هي تلك اللحظات التي يسمح الله تبارك وتعالى فيها لأهل الجنان بعد أن أحل عليهم الرضوان وأدخلهم في الجنان وكفر عنهم السيئات والآثام أن يكشف عنهم الحجب فيرون الله تبارك وتعالى من أروع ما قرأت عسى الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من هذه اللحظات يقول ابن القيم في كتابه القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح يقول عن جابر بن عبد الله الصحابي الكريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح يقول بينما أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم فقال تعالى يا أهل الجنة سألوني سألوني قالوا نسألك الرضا عنا قال رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي هذا أوانها فاسألوني قالوا نسألك الزيادة فيؤتون بنجائب من بنجائب حمر يعني ما يركب أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر فجاءوا عليها يعني ركبوا عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفها يعني مثل وصف الحادثة البراق في حادثة الإسراء والمعراج يضع حافره عند منتهى طرفه يعني وين نظر يوصل خطوطه بهذه المسافة الكبيرة المهم يضع تضع حوافرها عند منتهى طرفها فيأمر الله بأشجار عليها الثمار فتجيء جواري الحور العين وهن يقلن يعني ينشدن نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات فلا نموت أزواج قوم مؤمنين كرام ويأمر الله تبارك وتعالى بكثبان من مسك أبيض أذفر فيثير عليهم ريحا المسك الرائحة الطيبة الدهن المعروف مسك أبيض يثير عليهم ريحا يقال لها المثيرة حتى يصلون بدوابهم إلى جنة عدن جنة عدن وهي قصبة الجنة يعني أعلى الجنة وأوسطها فتقول الملائكة يا ربنا قد جاء القوم يعني وصلوا فيقول الله تبارك وتعالى مرحبا بالصادقين مرحبا بالطائعين قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى جل جلاله ويتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضا يعني من شدة جمال ونور الباري عز وجل ينسى أحدهم مكانه ولا يبصر بعضهم بعضا فيتمتعون بالنظر إلى وجهه جل جلاله مصداقا لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على من فسر ناظرة بالنظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهذا ما اتفق عليه علماء أهل السنة والجماعة فيقول الله تعالى بعد ذلك ارجعوهم إلى القصور بالتحف فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا فقال صلى الله عليه وسلم فذاك قوله تعالى نزلا من غفور الرحيم وعليه الصلاة والسلام عندما كان جالسا بين أصحابه والبدر في ليلة التمام ليلة 15 قال أتضامون في رؤيته يعني رؤية البدر قالوا لا يا رسول الله قال إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر ليلة تمامه لذلك أخوتي أحبتي في الله يقول العلماء بهذه النظرات إلى وجه الباري عز وجل ينسى أهل الجنة النعيم وينسى الحور العين وينسى الثمار وينسى الأشجار والأنهار وتكون أكبر متعة لما يتمتعون فيه وأكبر جزاء هو رؤية الباري عز وجل وبعض العلماء قالوا هذه تحصل كل جمعة من عظمة يوم الجمعة وكل حسب درجته فمنهم من ينظر إلى الله تبارك وتعالى كل جمعة ومنهم من ينظر إليه كل يوم وما تأسفه وما تأذى وما عذبه أهل النار بعذاب أكبر من النار وحرقها ومن ضرب السلاسل والمطارق على يد الزبانية كما تأذّوا من حرمانهم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى فما دمنا في هذه الدنيا أخوتي أحبتي في الله وما دمنا في هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان المبارك فعجلوا بالتوبة إلى الله وعجلوا بالقرب إلى الله واستكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى عسى الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا نظرة رحمة في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي العظيمة فيغفر لنا ويتوب علينا ويكتبنا وإياكم من المقبولين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد اشتركوا في القناة